أشدد مرة أخرى بأن الحدود التي تفرق بين الشعبين الشقيقين المغربي والجزائري لن تكون أبداً حدوداً تغلق أجواء التواصل وتفاهم بينهما بل نريدها أن تكون جسوراً تحمل بين يديها مستقبل المغرب والجزائر وأن تعطي المثال للشعوب المغاربية الأخرى وبهذه المناسبة أهيب بالمغاربة لمواصلة التحدي بقيم الأخوة والتضامن وحسن الجوار التي تربطنا بأشقائنا الجزائريين الذين نؤكد لهم بأنهم سيجدون دائماً المغرب والمغاربة إلى جانبهم في كل الظروف والأحوال أما فيما يخص للدياءات التي تتهم المغاربة بسبب الجزائر والجزائريين فإن من يقومون بها بطريقة غير مسؤولة يريدون إشعال نار الفتنة بين الشعبين الشقيقين وإنما يقومنا عن العلاقات المغربية الجزائرية غير معقول ويحز في النفس ونحن لم ولن نسمح لأي أحد بالإساءة إلى أشقائنا وجيراننا وبالنسبة للشعب المغربي فنحن حريصون على الخروج من هذا الوضع وتعزيز التقارب والتواصل والتفاهم بين الشعبين وإننا نطلع للعمل من الرئاسة الجزائرية لأن يضع المغرب والجزائر يداً في يد لإقامة علاقات طبيعية بين الشعبين الشقيقين تجمعهما روابط تاريخية وإنسانية والمصير المشترك شعبي العزيز إن تاريخ المغرب حافل بالدروس والإنجازات التي تؤكد أننا نتجاوز دائماً الأزمات بفضل التلاحم الدائم بين الشعب والعرش وبفضل تضحيات المغارب الأحرار اشتركوا في القناة